وينضم لنا القدس المحتل أحمد البوديري مراسل الغد لك أحمد لمعرفة تفاصيل إذن هذه الليلة كان هناك محاولة لطاعن من قبل شاب فلسطيني 16 عاما على حد قول الشرطة الإسرائيلية ولكن لا يوجد هناك أي مصدر مستقل يمكن له أن يؤكد أو ينفي هذه الرواية الإسرائيلية المكان هو داخل البلد القديم في شارع الواد وتم إصابة جنديان وذلك بجراح خفيفة وتم إطلاق النار على هذا الشاب الفلسطيني الذي ارتقى شهيدا في عين المكان وتم التحفظ على جثته ومن بعد ذلك قوات كبيرة من الجيش الاحتلال خرعت إلى بلدة العسوية حيث يظنون بأن الشاب هو من هذه البلدة وهي البلدة المعروفة بحالة الاشتباك المستمر مع القوات الإسرائيلية اقتحمت البلدة اعتقلت والد ووالدة هذا الشاب الفلسطيني 16 عاما واقتدتهم إلى المعتقلات الإسرائيلية من بعد ذلك بدأت مناوشات بين الجنود وشبان هذه البلدة خلال العملية كان هناك إغلاق كامل للبلدة القديمة لأسواقها لأبواب البلدة القديمة للمسجد الأقصى ولكن بعد عملية تفتيش من قبل الشرطة الإسرائيلية تم بعد ذلك فك هذا الحصار الذي تم فرضه على البلدة القديمة وعادت الحياة إلى طبيعتها ولكن هذا كله يأتي في إطار بأن هناك حالة من عدم الاستقرار الأمني في مدينة القدس بين الفينة والأخرى نسمع عن اشتباكات من هنا هدم نزل من هناك هناك اعتقالات لعدد من الشبان الفلسطينيين عمليات طعن كما سمعنا وهذا يدلل بأن هناك على صفيح ساخن تعيش هذه المدينة كما يقولون باعتبار بأن الأوضاع الأمنية لغاية الآن هي غير مستقرة في هذه المدينة التي تعيش تحت الاحتلال وتعاني من القبضة الإسرائيلية حسب بيان الشرطة الإسرائيلية فهذا الشاب الفلسطيني قد حاول طعن حرس الحدود وهم تابعون طبعا للشرطة الإسرائيلية ولكن حسب بيان الشرطة الإسرائيلية بأنه تم إطلاق النار عليه بشكل فوري وذلك لتحييده كما قالت الشرطة الإسرائيلية ولكن الأهالي يروون رواية أخرى ويتحدثون عن أن هناك حالة من الهرج والمرج التي حدفت داخل شارع الواد وأيضا كان هناك اعتداء على الأهالي في هذه المنطقة من القدس المحتلة أحمد البوديري مراسل الغرد شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات